سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاكم شباب عاملين ايه? شابتر جديد بقى في وهو شابتر الورك اند انرجي. طيب مبدئيا كده واحنا شغالين عموما في في عموما يعني احنا بندرس حالة المادة. فبندرس الحالة بتاعت الحركة بتاعتها وحالة السجوط يعني فاحنا لما بنيجي ندرس حالة الحركة طبعا لازم بيطلع في حاجة اسمها ده اللي هو الشغل المبزول عشان تنقل جسم من مكان لمكان تاني اه بقوة معينة سبتة او متغيرة. فالموضوع بكل بساطة ان احنا عندنا بتاع اللي هو الدي يو الورك هو اليو بيساوي الاف فيكتر اللي هو الفورس دوت الدي ار فيكتر. وهنا ده كده الورك. تمام? ودي كده الفورس على الجسم ده عشان يتحرك. والار اللي هي واخدين منها شريحة معينة مسمينها دي ار هي عبارة عن بتاعها. هلو كده? شريحة من البوزيشن. بمعنى ان انا لو عندي اه اه دي كده ده كيرف تمام? وعندي هنا في اه نقطة وبدأت عندها وهنا في نقطة انتهيت عندها. هسمي دي كده اه البوزيشن ده دي كده فده البوزيشن ار واحد وده كده البوزيشن ار اتنين. وده البوزيشن او او اللي هو الشريحة اللي احنا شغالين عليها. الشريحة المفروض صغيرة بس انا مكبرها لك عشان انت اه تشوف الموضوع كبير شوية يعني ده اللي هو دي ار فيكتر. حلو كده. فانت ونفترض ان في عندك هنا فورس اف فيكتر على الجسم ده. وده الكيرف ده هنسميه اس فدي اس واحد والنقطة دي اس اتنين. فعشان ننقل الجسم ده من النقطة او البوزيشن بتاعه ار واحد للبوزيشن بتاعه ار اتنين محتاجين ان احنا اه زي ما قلت ناخد الاف دوت الدي ار. طيب. فاحنا ممكن نسهل على نفسنا احنا عارفين ان مثلا ايه دوت بي لما يكون عندنا بيبقى عبارة عن ايه ازا اه قيمة والبي ازا فاحنا لو اخدنا القوة الممسية بس كده تمام? اللي هي دايما ممسية للكر نلاقي ان في هنا زاوية معينة. هلو كده? فاحنا ممكن نقول ان احنا عندنا اللي هي نفسها بتساوي هلو كده? نقدر ان احنا نكتب القانون ده بمنزر تاني وهو عشان ننقلها من النقطة واحد للنقطة اتنين بيساوي تكامل من ار واحد ل ار اتنين الاف دوت الدي ار اللي ممكن برضو نكتبه بطريقة تانية اللي هو عبارة عن تكامل من اس واحد لاس اتنين اف تي في الدي اس اف تي اللي هي اه سوري المفروض العكس ان الاف تي هي اللي بتساوي الاف كلها كوزاين السيتا. بس ده الموضوع بتاع الورك باختصار وهندرس اكتر بقى في الفيديوهات اللي جاية ايه هي الانواع بتاعة الورك اللي احنا بنطبقه. والشغل كله يعني بيبان في ايه? بس احابب انبه على حاجة معينة. احنا لما مسلا يكون عندنا زي كده. فاحنا نقدر نحلله في تلات حاجات اللي هو في في الاي فيكتر زائد الاف واي في الجي زائد الاف ازد في الكي فيكتر نفس الكلام احنا عارفين ان الار فيكتر بيساوي اكس في اتجاه الاي زائد واي في اتجاه الجي سوري زائد اه زد في اتجاه الكي ممكن ان احنا نقوم واخدين تفاضل الكلام ده كله يبقى انت عندك دي ار فيكتر بيساوي دي اكس في اتجاه الاي زائد دي واي في اتجاه الجي زائد دي زد في اتجاه الكي عشان الكلام ده كله هيفرق معايا في الفيديو اللي جاي